يبدأ رئيس الوزراء محمد الشيعة السودانية اليوم برنامج زيارته رسمية للولايات المتحدة الأمريكية بعدما وصل إلى واشنطن منتصف الليلة الماضية بتوقيت بغداد بحسب جدول الزيارة فإن من المقرر أن يلتقي السودانية اليوم منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريد مكورك ثم يلتقي موس هوكشتاين مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الطاقة على أن يختم أعمال اليوم بلقاء مع نخبة من الجالية العراقية المقيمة في الولايات المتحدة وتستمر زيارة رئيس الوزراء خمسة أيام وتشمل ولايات واشنطن ومشيغن وهيوستن على رأس أعمالها لقاء الرئيس جو بايدن وعدد من كبار المسؤولين